موسيماني مع الاهل يمكن بعض الناس ما شاف كروش شئت لك نار موسيماني ولا جنة كروش ايه رأيك في تجربة موسيماني؟ لا انا من اول لحظة ويكاد يكون انا الوحيد اللي بدفع عن مستر موسيماني من اول لحظة الحمد لله يعني خط رهان وكسبته لان من الاول خالص انا شايف ان الراجل ده مدرب كبير انا شايف ان في جمل بتتعامل في الملعب غير طريقة اللعب كذا مرة طريقة اللعب اللي بيلعب بها السنادي انه يغيرها من اربعة اتنين تلاتة واحد لتلاتة اربعة تلاتة انت راضي عن تجربة موسيماني جدا بشكل كبير وهل ده كان القرار اللي اخده كابتن الخطيب كان فيه ريسك كبير اوي طبعا ولا كان واخده في القرار الصح لا كان فيه ريسك لكن ريسك نجح وتحدي نجح فيه كابتن الخطيب واللي اختار مستر موسيماني سواء لجنة التخطيط او كده لكن الراجل واخد كل البطولات بيلعب كرة حلوة جدا النادي الاهلي معتلس صدارة ما شاء الله ستة فوز بيكسب كل الفرق بشكل كويس وبأداء كويس وبنتيجة كبيرة انت شايف فريق النادي الاهلي السنادي ازاي نبادئ بداية ولا ارواح ولا ارواح اتمنى بس ان شاء الله ربنا يسلم اللعيبة كلها وتفضل ماشية بالشكل ده هنعمل موسم كبير ان شاء الله انت شايف الدور العام ازاي السنادي دوري قوي لكن من وجهة نظري برضو الاهلي ان شاء الله هيحسمه مين افضل فريق في موجود في الدور لحد الوقت الاهلي طبا الاهلي مين المدرب اللفت نظرك بتكتيك معين في الملعب لفت نظرك كابتن اهاب جلال مع بيرامدز اديا لهم شكل مختلف بيلعب كرة حلوة قوي يعني كمان كابتن هيسم شعبان مع سيراميكا ماشي بشكل كويس تفتكر وجود فرق زي بيرامدز وفيوتيرز وفاركو هيغير شكل الدور العام لا مفيش حاجة تتغير بس بيرامدز نخليه في حتة تانية لانه اقدم شوية من فيوتشر ومن فاركو لكن هيدو الدوري زخم هيدو الدوري قوة لكن في الاخر الدوري برضو بين الاهلي والزمان ايه رأيك في ربط لاندي المحترفين حاجة رائعة كنا بندي بها من زمان جدا اهم حاجة انها تبقى قراراتها ملزمة مش توصيات اشتغلوا وبدأوا بشكل كواس اوي حلو الشكل حلو الفار حلو الصورة اله دي الى حد ما اه يعني اتمنى اتمنى رقم واحد نهتم بالملاعب الملاعب دي يا جماعة روح اللعيب عشان يقدم لك كرة حلوة طيب ايه رأيك في التحكيم التحكيم يعني اتزبط بنسبة كبيرة علشان وجود الفار على الاقل انت دلوقتي بقت الفرق ما عندهاش فكرة نظريت المؤامرة اه عالية لان في الاخر انت اي حاجة شاكك فيها الحكم بيرجع للفار بنسبة كبيرة بقى انت متطمن شوية ان انت هتاخد حقك لكن وان كان لسه طبعا عايزين تعديل كبير جدا في مستوى التحكيم في الثقافة بتاعتهم في التطور بتاعهم في مستحقتهم في كل حاجة وفي الاخر يعني احنا خطوة برضو لقدام الفار ظالم ولا مظلوم الفار بكل صراحة لا ولا ظالم ولا مظلوم الفار مساعد خارجي انت بتحاول تلجأ له علشان بقدر الامكان تقلل نسبة الظلم يعني انت في المباراة فيه اربع خمس حالات فيهم كوارث ضربة جزاء ما تحسبتش ولمسي تد ما شفتها لما الفار بيخليهم اتنين خلاص ماشي معقول